أجرى الرئيس عبدالفتاح سيسي اتصالاً هاتفياً مع السيد عبداللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس سيسي تقدم بالتهنئة للرئيس العراقي على نيل ثقة البرلمانة واختياره رئيساً جديداً للجمهورية العراقية متمنياً له النجاح والتوفيق ومؤكداً دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق والحرص على الاستمرار في دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات من جنبه أشاد الرئيس العراقي بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق مؤكداً حرص العراق المتبادل على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين وتقديري للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة وكذلك الدور المصري الحيوي في تعزيز أليات العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة